أعطيتها لما وليت رئيس تحرير عامين من بعد أعطيت عناية خاصة للزميل سليم وعلي فوضيل وصالحي ومجموعة كانوا يتعرضوا المظالم أرفعت عليهم المظالم من هنا بدأت العلاقة الحميمة مع علي فوضيل لما فيما بعد نتقسمت جريدة الشعب على اثنين هو رحل المساء وأبلى البلاء الحسن في حكاية الانفتاح الإعلامي على قضايا الشعب على قضايا المواطنين سفة خاصة كان ينشر رسائل القراءة كان ينتظر لهمات الناس كان في جريدة يتنافسه وهو وسناشقي في جريدة شعب في جريدة شعب سناشقي كان مكلف بصفحة بريد القراء من حيث الواحد كان متعاون وعطيتها له أبلى فيها البلاء الحسن كان ينشر له وعلي فوضيل كان في المساء مكلف بصفحات كان نائب رئيس تحرير مكلف بقضايا المواطنين وهنا أبلى البلاء الحسن وبرز في كناب رئيس تحرير للمساء في رفع نسبة المبيعات جريدة للمساء إلى مستويات قياسية حقيقة